وبجولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات اللي حدثت إمبارح في المحافظات ومنها بدء موسم حصاد الكتان في الشرقية وافتتاح منفذ أهلا رمضان للسلع الغذائية بالردسية في أسوان ومن أسوان نروح لمحافظة إينا لأن إمبارح تم إطلاق الدورة التانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في إينا وتم انتهاء أيضا ترميم مسجد أبو غنام الأثري بنسبة 80% في محافظة كفر الشيخ في أخبار تانية بالتأكيد في محافظات الجمهورية المختلفة نتبعها من خلال هذا التقرير محافظات مصر حصل فيها مبارح أخبار وأحداث كتيرة البداية من الشرقية اللي بدأ فيها موسم حصاد الكتان وبلغ إجمال المساحة المنزرعة بالمحافظة الصنادي 1596 فدان والكتان من محاصيل الألياف اللي بتتزرع في مصر للحصول على أليافه لصناعة النسيج وبزوره لاستخراج زيت الطعام في محافظة أسوان تم افتتاح منفذ أهلا رمضان للسلع الغذائية بمدينة الريديسيا وده من أجل توفير السلع والمنتجات الاستهلاكية بأسعار مخفضة وجودة عالية لتلبية احتياجات المواطنين في جامعة بني سويف تم الاعلان عن فوز الدكتورة دينا محمد عطوى الباحثة بمعهد أبحاث وتطبيقات الليزر بالجامعة بمشروع بحثي من الوكالة الدولية للطاقة الزرية بفيينة بقيمة 20 ألف يورو وتعد الدكتورة دينا هي الفائز الوحيد بالمشروع داخل مصر بعد تقديم مقترح بحثي شامل فيما يخص تطبيقات السلمية للطاقة الزرية في قناة تم بدء أعمال الدورة التانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الزكية بالمحافظة وده في إطار الدور الفعال والبارز لمصر في مجال التنمية المستدامة وما تليد الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات ونشر الوعي بقضايا تغير المناخ وتحدياته وإبراز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني بتحقيق التنمية المستدامة في جامعة المنوفية وافق مجلس الجامعة على صرف مكافئة شهر بحد أدنى ألف جنيه لجميع العاملين بالجامعة بمناسبة عيد الفطر المبارك مع توجيه التهنئة بهذه المناسبة لهم في الغربية تم الانتهاء من أعمال رصف شارعي السينما والرادار بمدينة كفر الزياد ضمن أعمال الرصف والتطوير اللي بتنفذها المحافظة واللي شهدت خلال أربع سنوات رصف 649 شارع وطريق بطول 517 كيلو متر في الدأهلية تم تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية كفر المحمدية مركز ميد غمر وتم توقيع الكشفة على 1706 مريض وضمت القافلة 12 عيادة ومعملت فايليات وأشاعة إكس راي في كفر الشيخ تم الانتهاء من أعمال ترميم مسجد العارف باللا سيدي سالم البيالي أبو غنام والشهير بمسجد أبو غنام الأثري بمدينة بيالا بنسبة 80% في الأقصر تم إطلاق 58 رحلة بلون طائر على متنها 1350 سائح من مختلف الجنسيات مع استعدادات أمنية مشددة عقب توقفها لمدة 3 أيام بسبب سوء الأحوال الجوية